لا تنفك ايران اثبات انها المتحكم الرئيس بمصير وتحركات الميليشيات في المنطقة مهما حاول الطهران او بيادقها اظهر عكس ذلك زيارة سرية وسريعة اجراها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قآني الى بغداد بحسب ما كشفت عنه مصادر صحفية عقد خلالها اجتماعات مع رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني وعدد من قادة الميليشيات بهدف احتواء التصعيد بين واشنطن والميليشيات التي شمت هجوما على موقع عسكري عند حدود الاردن خلف ثلاثة قتل امريكيين الزيارة غير المعلنة تمخض عنها ولادة اعلان لميليشيا حزب الله في العراق اكدت فيه ايقاف عملياتها ضد القوات الامريكية من اجل عدم احراج حكومة السوداني وهو الامر الذي اثار موجة سخرية كبيرة بين اوساط العراقيين بسبب تناقض الاعلان عن التصريحات الحكومية التي طالما ادعت ان الميليشيات خاضعة للحكومة وتأثمر بامر القائد العام للقوات المسلحة واعترح تساؤلات حول من يخضع لمن وعلى الصعيد الحكومي حاول السوداني الذي اجتمع مع مسؤولين امريكيين بغية نزعفة للازمة تقديم المسويغات لتبرير تبعية ميليشيا حزب الله لايران وتناقض ذلك مع ادعاءاته المتكررة بوحدة القرار عبر الادعاء بانه بذل جهودا مضنية خلال الايام الماضية من اجل التواصل مع جميع الاطراف المعنية داخل العراق وخارجه لايقاف هجمات الميليشيات وبالعودة الى الفاعل الرئيسي في هذه المعادلة يرى محللون سياسيون ان طهران ارادت من اعلان ميليشيا حزب الله وقف عملياتها العسكرية تخفيف التصعيد مع واشنطن والتأكيد على انها لا علم لها بالهجوم فطهران ومنذ ايام تؤكد في المحافل الدولية انها غير مسؤولة عن افعال بيادقها في المنطقة ولعل هذا الاعلان سيحول دون وقوع رد امريكي وشيك في مناطق نفوذها لاسيما منطقة جرف الصخر التي تضم معسكرات لها